اهلا بكم في فيديو جديد اتمنى تكونوا بالف خير وانتو بتشوفوا الفيديو ده اللي هنشوف من خلاله مجموعة حديثة من الادوات المنزلية والافكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو ده كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الادوات اللي انت محتاجاها ولو لسه ما اشتركتش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بقى بينا دلوقتي نبتزي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الادوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها وهنا بقى هنشوف عندنا الفرشة التلاتة في واحد وهي بصراحة فرشة جميلة وعملية جدا تقدر ان انت تخسلي مختلف احجام الكبايات من جوة ومن بره من خلال الفرشة دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي بتساعدك انك تنظفي وتخسلي كل جانب في الكباية او في المنظم او اي حاجة انت بتخسليها بيها بكل سهولة بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الممسحة اللي بيكون لها كذا طريقة في التنظيف تقدر ان انت تنظفي بها الجدار او الدوليب او المرايات او الارضيات او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك وكمان تقدر ان انت تعصري كل المية وكل مواد التنظيف اللي بتكون فيها من خلال الفوتا بتاعتها وطبعا تقدر ان انت تتحكمي في طول الممسحة دي على حسب طول الحاجة اللي انت عاوزة تنظفيها وغير كده الممسحة دي بتيجي معاها قشاطة كده تقدر ان انت تلمي كل المية وكل سوائل التنظيف اللي بتبقى موجودة على مختلف الاسطح بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من الفواصل الصغيرة اللي تقدر ان انت تثبتيها عندك جوة التلاجة وتفصلي وتنظمي من خلالها مختلف الحاجات اللي انت منظموها جوة التلاجة عندك سواء ازايز الصوصات او علب العصير او الاكياس زي ما انت شايفة كده معايا دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا سلة حجمها بيكون صغير كده تقدر ان انت تثبتيها عندك بكل سهولة على اي درك او على دلاب المطبخ وترمي فيها بواي الاكل او الورق او اي حاجة تانية انت عاوزيها وطبعا تقدر ان انت تستخدمي السلة دي في الحمام او في المطبخ او في الصالة او في قط النوم هنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للمطبخ والمنظم ده بيبقى مقفول كده تقدر ان انت تنظمي وتصفي من خلاله الاطباق والشوك والستكاكين والكبات وهنا عندنا المنظم السيليكون اللي تقدر ان انت تنظمي به المنازيل تقدر ان انت تثبتيه على جدار المطبخ او على جدار الحمام بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وطبعا هوا بيسبب معاك جدا على الجدار او على اي سطح مكتب عندك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا المطحنة الصغيرة دي تقدر من خلال المطحنة دي تتحني الرز او السكر او الشطة او اي حاجة عاوزة تتحنيها بكل سهولة زي ما انت شايفة معايا كده من خلال الفيديو وبعد كده هنا هنشوف عندنا الجوينتي السيليكون ده طبعا الجوينتي ده تقدر ان انت تستخدميه في تنظيف المواعين وتستخدميه في مختلف التنظيفات اليومية اللي بنعملها في البيت وغير كده طبعا هو بيحافظ على اديكي من المواد الكيموية او مواد التنظيف اللي بنستخدمها في مختلف التنظيفات في البيت ودلوقتي هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي تقدر ان انت تعملي من خلاله عيش الكرب في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو وهنا هنشوف عندنا الاداة دي تقدر ان انت تلضمي من خلالها الابرة والخيط بكل سهولة زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مفرمة الخضور طبعا طريقة استخدامها بتكون سهلة جدا وعملية زي ما احنا شايفين كده مع بعض تقدر ان انت تقطعي بيها مختلف انواع الخضور باشكال كتير قوي بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القشاطة والقشاطة دي بتيجي عريضة جدا بتساعدك ان انت تلمي كل المية او كل التراب اللي بيبقى على الارضيات او اللي بيبقى على مختلف الاسطح اللي بتكون عندك وتقدر ان انت تنضافي بيها من تحت الكنب او السرير بكل سهولة وطبعا تقدر ان انت تنضافي من خلالها المرايات وتتحكمي في الطول بتاعها من خلال العصايا اللي بتيجي معاها بعد كده هنشوف مع بعض عندنا مجموعة من فرش التنظيف اللي تقدر ان انت تنضافي من خلالها كرسي الحمام بكل سهولة وتقدر ان انت تنضافي بيها كل الزدوية اللي بتبقى موجودة بيه وغير كده الفرش دي بيجي معاها منظم خاص بيها تقدر ان انت تثبتي على الجدار بكل سهولة وهنا هنشوف مع بعض عندنا رف تقدر ان انت تثبتي على الجدار بكل سهولة وبعد كده تقدر ان انت تنظامي عليه الشماعات او المشابك بعد كده بقى هنشوف مع بعض عندنا الفوتا اللي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على امتصاص السوائل تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك وهتشوفي معايا من خلال الفيديو ده بعض الطرق اللي تقدر من خلالها تستفيدي من الفوتا دي بعد كده هنشوف عندنا منظم للبيد بيجي عبارة عن دورجين وهو بياخد معاك تقريبا اتنين وثلاثين بيضة تقدر ان انت تثبتي جوة التلاجة او برا التلاجة بعد كده بقى هنشوف مع بعض عندنا الفوتا اللي بيبقى عندها كدرة عالية جدا على امتصاص السوائل تقدر ان انت تستخدميها في تنظيف مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك وهتشوفي معايا من خلال الفيديو ده بعض الطرق اللي تقدري من خلالها تستفيدي من الفوتا دي بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الممسحة اللي بيكون لها كزا طريقة في التنظيف تقدر ان انت تنظفي بها الجدار او الدوليب او المرايات او الارضيات او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك وكمان تقدر ان انت تعصري كل الميا وكل مواد التنظيف اللي بتكون فيها من خلال الفوتا بتاعتها وطبعا تقدر ان انت تتحكمي في طول الممسحة دي على حسب طول الحاجة اللي انت عاوزة تنظفيها وغير كده الممسحة دي بتيجي معاها الشاطة كده تقدر ان انت تلمي كل الميا وكل سوائل التنظيف اللي بتبقى موجودة على مختلف الاسطح بكل سهولة بعد كده هنشوف عندنا منصب جميل قوي للحمام تقدر ان انت تثبتيه عندك على حوض الحمام وتنظم بيه فرش الاسنان ومعجون الاسنان بعد كده هنشوف عندنا صندوق لتنظيم التوابل والصندوق ده بيجي متقسم لتمن خنات كده او تمن برتمانات بالشكل ده تقدر ان انت يتنظم فيه الملح او الفلفل او مختلف انواع التوابل البودر او الصحيحة والصندوق ده طبعا بيجي مكوم للرطوبة بيحفظ لك اي توابل انت بتستخدميها فيه وهنا بقى هنشوف مع بعض عندنا الاداة اللي بتساعدك ان انت تعملي من خلالها كرات اللحمة بشكل متساوي استخدامها بيكون سهل جدا وبتسهل عليك ان انت تعملي كمية كبيرة من كرات اللحمة فوقت صغير جدا ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستردم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لانهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر اني تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده تقدر ان انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة تقدر ان انت تجيبي المنتجات دي بتلك طرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبدا ياتا كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليك سيبرس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون بالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكوني موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا مزاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها وعاوزا اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انها يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في قرب وقت اسبكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر